موسيقى مساء الخير وأهلا بحضراتكم في اليومين اللي فاتوا دول تحديداً كان فيه غضب على السوشيال ميديا بسبب أن الكاتب الصحفي روبير الفارس أعلن عن كتابه الأخير الجلاد والبريد وكان بيصف قدست البابا شنود الثالث بالجلاد وأنه هو ظلم جورج حبيب بيباوي وفيما معناه يعني أن فيه حاجات كتيرة هتظهر في الكتاب ده وخمسمائة صفحة وكلام كبير يعني الناس اتفجأت بغلاف الكتاب كان صادم الصراحة وطبعاً بعد كده اتغير غلاف الكتاب بعد الضجة اللي حصلت على السوشيال ميديا هنقول الكلام ده في حلقة مخصوص بس أنا النهاردة طلع أقول بيان نيافة الأنبى أغاصن والرد على الكاتب روبير الفارس والرد على أي حد بيهاجم قدست البابا شنود الثالث وتعاليمه في صفحة مطرانية مغاغة والعدوى للأجباط الأرثوزوكسي كان فيه بيان نازل بالعنوان مكتوب لماذا الهجوم على شخصية قدست البابا شنود الثالث وتعاليمه البيان كان بيقول سؤال من هم الذين يهاجمون قدسته هم المبتدعين والهراطقة الذين لهم تعاليم خاطئة ترتقي إلى جدرجات البدع والهرطقات وتم الرد عليهم أو على تعاليمهم الخاطئة وهم أحياء وليس بعد وفاتهم ومن بينهم رجال من الإكريروس مثل الأباء الكهنة والأباء الرهبان والبعض من الأسادسة في الكلية الإكريريكية وتلاميذهم من الخدام والخادمات وذلك بالحوار معهم وجها لوجه شفاها وكتابة وهذا للردود موجودة على سديهات مكلد الكرازة في الصابت كذلك في نبذات وكتب أو بقرارات صدرت من المجمع المقدس برئاسة قدست البابا وذلك بقطعهم من شركة الكنيسة والتعليم بها والتناول فيها وقطع تعاليمهم وكتبتهم وكل من يعلم بها وتلاميذهم في نفس الوقت ومع ذلك دخل على الخط في الهجوم على قدسته من مع هؤلاء المبتدعين والهراطقة وتلاميذهم قادة التواقف والمتأثرين بالطائفية والبعض من الإعلاميين الذين لهم أفكار وعقائد مناهضة للإيمان وعقائد وتعاليم كنيستنا وكان قدسته تفضى لهم بخدمته الناجحة والعليم والشفاهية والمكتوبة التي لا تزال موجودة تقاوم تعاليمهم الخاطئة وعقائدهم المناهضة لإيمان وعقائد كنيستنا بالإضافة إلى أصحاب الأجنتات الغريبة الطائفية التي تريد اختراق كنيستنا المحافظة على الإيمان الصحيح المسلم لها والمعاش بها لأقصر من عشرون قرن من الزمان وحتى الآن بنعمة ربنا وذلك بأساليب وطرق عديدة من بينها التشكيك والطعن في كافة المسلمات والثوابة الإيمانية أو المغلطات أو بتزيف التاريخ وكذلك بالسعي الدقوب للوحدة المسيحية الخاطئة التي تقوم على أوهام ولا تقوم على الرجوع إلى وحدة الإيمان التي كانت تمثلها جميع الكنائس قبل الانقصام الذي حدث عام 451 ميلادية ومن ضمن الأجنتات الغريبة المعاصرة والخاطئة أجنتة الماسونية العالمية التي تنادي بالدين الإبراهيم الجديد والترجمة الخاطئة التي صدرت الكتاب المقدس العام الماضي 2020 والهدف من هذا الدين الجديد ضرب الدين المسيحي بصفة عامة والكنيسة القبطية وعقيدتها الأرثوكسية بصفة خاصة وذلك لإحلال الدين الإبراهيمي محل الدين المسيحي والتخلص من الكنائس صاحبة الإيمان المستقيم وعقائدها ولا ننسى أن قدست البابا شنودة ترقت راس علمي وديني وعقائدي وروحي ضخم شفاهي وكتابي في كافة جوانب الحياة ومنه الرد على المبتدعين والهراطقة وتعالمهم شوف يا جماعة البابا شنودة ما كانش بيسيب حد خالص إلا ما بيرد عليه الخاطئة والقرارات التي اتخذت ضد البعض منهم ولا تزال سارية في الكنيسة حتى الآن وبنعمة ربنا سوف نستمر ولذلك هم لا يملكون سوى المغالطة والسب والقصف والهجوم على قدسته ومواقفه وقراراته وتعليمه وعلى كل من يساعدونه في المسئولية مثل المتنيح الأنباب شوي وغيره من الأباء ومع ذلك روحانية قدسته وصدق رهبنته وتكريسه لله وتكواه وقامته الروحية الكبيرة التي وصل إليها في حياته مع الله تسير عليه حقد الشيطان وأعوانه من الضعفاء والأشرار ومن جانب آخر قوة شخصية قدسته وتأثيرها الروحي والتعليمي والخدمي والتدبيري والرعوي كان له التأثير الروحي البناء في نفوس وعقول ألوف وربوات وملايين من البشر في كل بقاع المسكونة ومن بينهم غير المسحيين لا ننسى النهضة الغير المسبوقة التي وصلت إليها الكنيسة في كافة جوانب الحياة الروحية والتعليمية والرعوية والخدمية والرهبانية والإدارية والإنشائية والمكان الأدبية التي وصلت إليها الكنيسة في عهد قدسته كانت ولا تزال سبب حروب ومتاعب عديدة حتى الآن على قدسته كل هذه الجوانب من النهضات أعطت الكنيسة قوة وسبات وصمود وتماسك وهيبة واستمرارية على وحدة إيمانها ومعاشته ووحدة شعبها ولا يفوتنا النشير بأن الهجوم على شخص قدست البابا شنودة الثالث وتعليمه يقصد به ضرب إيمان الكنيسة الصحيح والمسلم لها منذ كرون والمعاش في حياة شعبها إكريروس ورعية وكون قدست البابا مع المجمع المقدس اتخذها مواقف حازمة ضد التعليم الخاطئة وأصحابها هذا كان ويجب أن يتم لأنه كان مسؤول صحة التعليم ونقوتها وذلك الحفاظ على وديعة الإيمان الذي تعهد بالحفاظ عليها يوم سيامتو بطريكين ختاما كما كان لغبطته مواقف وأدوار روحية في الحفاظ على استمرارية وحدة إيمان الكنيسة وحدة شعبها هكذا كان له مواقف وأدوار وطنية طوال تاريخه المشرف حافظت على وحدة مصر وشعبها والسلم الاجتماعي لها والدولة المصرية تشهد بذلك وهذه المواقف وهذه الأدوار الوطنية أصارت ضده ومن لهم أهداف غير شريفة من مصر وجهده شعبها وناشد المجمع المقدس برئاسة القدس البابا أن يصدر بيانه أو توصيه يؤكد فيها صح التعليم قدس البابا شنودة وتأثيرها ليس فقط في أيامه حتى بعد يحتو لأنه دائما الكلمة الفاصلة في الكنيسة القبطية للمجمع المقدس ننتظر هذا الموقف لأن هؤلاء صغار النفوس والضعفاء لهم دور في تشويه سمعة الكنيسة وأبائها الذين بذلوا أنفسهم لسنوات طويلة لأجل خدمتها هؤلاء يحتاجون موقف من المجمع المقدس لأن تركهم بدون مسائلة سيكون له أضرار بالغة على الكنيسة وإيمانها وهيبتها وسمعتها تحريرا في 25-26-21 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر